هذا أمامكم أقرأوه مرة مرتين ألف مرة تأخذون له سكرينشوت الشخص عندما يواجه ظرف سلبي الشخص أكرر عندما يواجه ظرف سلبي بدون أن يعرف أو بدون أن يقصد عندما يستمر الشخص يعيش بالظرف السلبي بدون أن أكرر بدون أن يقصد أن يعرف أن يشعر فعندما يصدق أن هذا الظرف حقيقي فهو وقع في الماتريكس يعني الشخص أكرر عنده ظرف سلبي فهو عندما يدخل في الظرف السلبي ليه هيك يحدث وهذا هيك يتكلم ضدي وهذا ليه هيك يقال وهذا ليه هيك وبعدها الشخص يقول يا ربي ليه خلقتني ويا ربي ليه أنا في هذه الدولة خلقت ويا ربي تعبت من الحياة هنا الإنسان أو وقع هيك نقول في الماتريكس الزمني الأشياء الأشياء يعني ماذا نقصد بالأشياء يعني الشارع المدينة أهلك أقاربك أنت الأشجار ما فيها الزمن عندما تعيش الزمن يعني مثلا أنت في عائلة دعونا نفترض أنت مش مرتاح معاها وهم يعيشون الماتريكس فأنت عندما تصدق بالماتريكس وتحاورهم وتحاورهم وهم يحاوروك وأنت تجادلهم وهم يجادلوك فأنت وقعت في الماتريكس المسألة المهمة اسأل نفسك قل أنا ماذا أريد من كل هذا هيك يسأل نفسك قل أنا ماذا أريد من كل هذا الإنسان في الأرض ماذا يريد يريد حرية يريد سكن يريد مال يريد طعام يريد ملابس يريد أمان وهذه الأمور فأنت اسأل نفسك قل أنا ماذا أريد من كل هذا عندما تعيش ظروف سلبي قل أنا ماذا أريد من حياتي فتسمع صوت مباشرة يقول لك أنت تريد الحرية لأن الجنس البشري كله يعني هو مخلوق الجنس البشري مخلوق والكاعنات الأخرى أيضا من أجل أنها تعيش الحرية فإذا كيف تتحرر من هذا الظروف أولا لا تصدق فيه لا تصدق فيه تسحب نفسك منه بذكاء تسحب نفسك منه بذكاء كيف تسحب نفسك منه بذكاء تركز على الهدف الذي أنت تريده لا تركز على هذا الشخص تكلم ضدك وهذا قال لك هيكي وكيف سوف تتعامل معهم ولماذا هيكي قالوا هذا ما يفيد اسحب نفسك من الماتريكس بذكاء واسأل نفسك قل أنا ماذا أريد من حياتي سوف تجد صوت أكرر أنه تسمع صوت تريد الحرية تريد ممكن بيت مستقل تريد عمل تريد مال فمن هنا عندما تركز على ماذا أنت تريد الظرف السلبي ما يقدر عليك شيء فشيء تتحرر من الماتريكس تحتاج اقرأوا هذا سطر مهم هذه الأسطر مهمة اقرأوه تتحرر من الظرف السلبي تسحب نفسك يعني من الماتريكس تركز على وعيك الضوئي الضوء ما فيه مشكلة عندما نقول الوعي الضوئي شباب يعني ما فيه مشكلة يعني لا مرض لا فقور لا شكوى لا تعب لا حزن فأنت ترتفع إلى الضوء وتعيش بوعي ما بعد الزمن تجلس في غرفة وتبارك حياتك وتقول أعيش الضوء أنا من الضوء أتيت أشكر حياتي وأمتلئ بالهدوء العظيم والكون يباركني والكون يمليني بفرص عظيمة وماذا أنت تريد تريد بيت تبني صور وأنت تعيش في ذلك البيت يجب أن يحدث الهدف تريد مال ترى أنك تستلم مال كثير تريد صحة ترى أنك تعيش صحة ليه؟ لأن الأشياء في حقيقتها ما فيها زمن ومعاها تشكر الكون وتبارك الأشياء ومهم معاها أنك تؤدي أو تطبق التفعيلات الطاقية لأن هذه التفعيلات الطاقية تفعيلات الأحجار الكريمة طاقة البخور تفعيلات شجرة الحياة الاتحاد يعني بطاقة شجرة الحياة مهمة جداً هذه التفعيلات فهذه يجب أن تطبقها تسألها تقول املؤوني هيك تقول تتحد بطاقة البخور طاقة الأحجار الكريمة املؤوني بالفرص العظيمة نعم هكذا تسألها تتحد معها تكلمها تكلمها حول أهدافك هذه الطاقات فيها ذكاء ولديها قوة وتغير من ظروفك فتؤدي اقرأوا هنا تؤدي أو تطبق التفعيلات والاتحاد مع روحانيات هذه الأشياء وترى كل شيء في الكون يباركك ويحبك وتبارك نفسك باستمرار ماذا يحدث الظرف السلبي أبداً لا يبقى على الأطلاق ينتهي لأنك أنت ارتفعت أنت عشت الذي فيه يعني هذه معيشتك الذي فيه الماتريكس لا يقدر عليك وعي الضوء تعيش الهدف الذي أنت تريده تبارك نفسك تطبق هذه التفعيلات وتعلن تقول أمتلئ بفرص عظيمة أبارك نفسي أعيش حياة عظيمة حياتي حياة عظيمة الكون يثريني الكون يمليني بفرص عظيمة أشكرك أيها الكون العظيم تترك يعني هذا هذا أنت ماذا تفعل هنا أنت تترك الماتريكس والمشاجرات العائلية تتركها كلها كلها فأنت تصعد الآن تصعد إلى فرص جديدة فالكون هنا يبدأ يسلمك نعم يسلمك فرصة بعد فرصة وتتألق حقيقة تتألق أكثر حياتك كلها تصبح سعادة فرح خير سلام ليه نقول حياتك كلها تتغير تصبح خير فرح سلام ما هو سبب لأن الكون أسس على معاني الخير ولهذا قلنا أن هذا الظرف السلبي هذا مش من الرب مش حقيقي هذا لكن أنت موقع نفسك فيه بدون أن تعرف أنت هيك ملتصق فيه في حين أنت تستطيع عند كل القوة أنك تتركه وتعيش حريتك